وقعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة آية عمر بروتوكول تعاون بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ محور بناء الإنسان المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية وأكدت وزيرة الثقافة أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بأبنائها في مختلف ربع مصر مشددة على أنها إحدى الخطوات التي تساهم في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالقرعة